بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي كأن كل اللي شافوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة قالوا فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي بعد ساعات إحنا عن احتفل ببداية عام هجر جديد ودايما البدايات بتبقى مليئة بالأنوار وبالأسرار لأنها بتبقى حديثة عهد بربها يعني إيه حديثة عهد بربها يعني مشحونة بالنور وبالنعم وبالمدد من عند الله سبحانه وتعالى وما فيش أجمل من بداية تجدد قلوبنا بشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى وإشعرنا بأن الحياة فيها جنة وفيها نعيم اسمه نعيم الحياة وكمان يبقى فيه قوت لقلوبنا وهو الهداية ويتقسم لنا كمان مدد من ربنا وعطية من ربنا وكمان يحصل لنا وصف بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم أقول لكم حاجة إحنا في أوقات كتيرة من المحترين إزاي نربط ولادنا بالدين أكبر باب ممكن تربط أولادك بيه بالدين هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جمال حضرة النبي وحياة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولزاك إحنا في الحلقة النهاردة هنقدم حاجة جديدة هنقدم طريقة جديدة إزاي نعيش مع أولادنا سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لإني في كتير من الأحيين احنا بنقدم السيرة بطريقة ما تساعدش أولادنا على إنهم يدبنوا وإحنا في الحلقات يوم الاتنين دايما عايشين بمبدأ يلا نبني يلا نبني أولادنا يلا نبني مستقبلنا وعشان كده أسوأ حاجة ممكن نتعامل بيها مع السيرة مع سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إن احنا نتعامل مع السيرة عن إن هي أحداث بنحكيها إن هي أحداث تاريخية بنحكيها فتبقى حكي لا يا سيدي أحداث السيرة جزء من حكاية الحب حكاية حب حضرة النبي فالسيرة أنا أسميها سيرة الحب سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الحب كله سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم والله وعشان كده إحنا ببساطة عايزين نتعامل مع السيرة بطريقة مختلفة إن السيرة مش للحك ولكن السيرة هي للسير فالسيرة بتكشف لنا عن مسيرة نظل فيها مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالسيرة حكاية سير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نمشي خلف النبي كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فإحنا السيرة بتساعدنا إن إحنا نتبع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإزاك لازم نربع أولادنا على ده فلازم وإحنا مش بقى بنحكي مع أولادنا السيرة وإحنا بنعيش مع أولادنا السيرة فتعالوا نعيش نموذج الهجرة وأكتر حاجة ممكن تخلي أولادنا يفهموا سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يتعاملوا مع الهجرة ويتعاملوا مع السيرة دايماً على إنها نموذج فالهجرة نموذك حياتي نموذك حياتي فيه الإنسان بيتطور الهجرة ما كانتش انتقال من مكان إلى مكان فمن كانت هجرته إلى الله ورسولي فهجرته إلى الله ورسولي ما زالت الهجرة مفهوم واسع فلازم نربي أولادنا ده فالهجرة ما كانتش انتقال من مكان إلى مكان كانت الهجرة انتقال من ضيق زوتنا إلى سعة الرحمن سبحانه وتعالى إزاي؟ إن احنا ندخل في معاية مولانا سبحانه وتعالى وده اللي خلى سيد ابن عطال أسكندري وهو بيتكلم على هجرة الإنسان في الحياة وتطوير حياته وترقية حياته مع الله يستشهد بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء منه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله آه لهجرة جتها هي فهجرته إلى الله ورسوله فإحنا لازم نربع أولادنا على هذا المفهوم على إن مفهوم الهجرة ما زال مفهوم متجدد وإزايك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع مركز مفهوم الهجرة في قوله لسيدنا أوبكر ما ظنك بثنين الله سالسهما يبقى معية الله هي مركز فكرة الهجرة يبقى حضرة النبي ما كانش هربان حضرة النبي ما كانش بيهرب من مكة ولكن حضرة النبي كان يطلب أن يبقى في حضرة الله حضرة النبي في الهجرة علمنا مفهوم الوسعة بيخرج من ضيق الناس ضيق صدور أهل مكة إلى ساعة رحمة رب العالمين ولذلك ما كانش فيه تعبير عن الوسع اللي حصل في المدينة غير إن المدينة تسمى بالمدينة منورة النور بيوسع فالله سبحانه وتعالى خل حياتنا مليئة بمدد الله فتعلمنا إن المظلومية وهم وإن المظلومية عجز فحضرة النبي قال لنا ما تعيشوش بالمظلومية